بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية المستوى السابع مرحبا بكم مجددا في قورس السويل ميكانيكس الخاص بالمستوى السابع إن شاء الله النهاردة هنبتدي في شابتر فور اللي هي الستريسز انسايل أو الإجهادات في الطربة أول جزء في هذا الشابتر عبارة عن concept of effective stresses أو مفهوم الإجهادات المؤسرة في السويل لو أنا عندي الطربة بالشكل دوت فيها حبيبات صلبة وفيها فراغات الفراغات ديت فيها مية وجالها إجهادات علوية من فوق اسمها سيجما فبيردها حاجتين بيردها حاجة اسمها سيجما داش اللي هي الـ effective stresses وديه الإجهادات اللي في السويل سكيلتون وفيه إجهادات بتروح للمية اللي هنا اللي هي اسمها الـ poor water pressure فالسيجما ديت بتساوي في الآخر السيجما داش زائد اليو فبقت السيجما داش بتساوي إيه؟ بتساوي السيجما ناقص الإيه اليو بنقول يعني السيجما داش بتساوي السيجما ناقص اليو والسيجما هي دي total normal stresses that downwards أما السيجما داش دي الـ effective stresses دي الـ stresses اللي مالها اللي هي transmitted through soil skeleton اللي هي upward واليو اللي هي poor water pressure وده الـ stresses transmitted through the water in the soil mean voids upward طبعا إيجاد الـ effective stresses اللي هي سيجما داش ديت من البرامتر المهمة جدا في علم السويل ميكانيكس عشان لما نيجي ندرس الـ shear stresses أو الـ consolidation أو stability of slopes هنتكلم كتير قوي على الـ effective stresses طب السؤال دلوقتي إزاي نحسب إحنا الـ effective stresses في السويل؟ في عندي حالتين الحالة الأولانية لما ما يبقاش فيه سيبيج إحنا درسنا في الشابتر اللي فات إنه ممكن يحصل إن المية دي تمشي في الطربة ويحصل لها تصرب لا عايزين دلوقتي ندرس حالتين حالة ما فيهاش تصرب وحالة فيها إيه تصرب فالحالة الأولانية إن إحنا هنحسب الـ effective stresses بس مفيش تصرب أول كيس لو المية موجودة تحت الأرض بالشكل ده إزاي يحسب الـ effective stresses عند نقطة دي هنا؟ دي عبارة عن وزن التربة اللي فوق هنا هوت هي دي بس اللي بتأثر علي من فوق فالـ total stresses عبارة عن H1 في gamma 1 gamma 1 دي ممكن تكون saturated ممكن تكون submerged ممكن تكون dry ممكن تكون bulk وH2 بس في gamma saturated اللي تحت المية طيب الـ poor water pressure لا ده H2 ارتفاع المية بتاعي H water في مين؟ في gamma water effective stresses ما هي إلا sigma ناقص U فما تيجي تطرح ده ناقص H2 في gamma water وخدت H2 هنا عامل مشترك هيديك gamma saturated ناقص gamma water هيديك gamma submerged عشان كده effective stresses عبارة عن H1 في gamma 1 زي H2 في gamma submerged بس 2 طب لو المية دي بقى كانت فوق الأرض يعني مثلا ترعى مثلا ولا حاجة زي كده إزاي يحسب برضك الـ stresses هنا؟ ووضوع سهل جدا التوتل عبارة عن H1 في gamma water زي H2 في gamma saturated بتاعتي طب الـ poor water pressure ده خلاص ارتفاع المية عندناها لـ H1 زي H2 في مين؟ في gamma water effective يبقى السيجما ناقص مين؟ تعال بقى حط ده اللي هو التوتل ناقص ده اللي هو الـ effective هتلاقيه في الآخر ايه؟ عندك H1 في gamma 1 طارت مع H1 في gamma 1 تفضلي H2 في gamma saturated و H2 في gamma مين؟ water لو خدت H2 عامل مشترك يتفضلي gamma saturated ناقص gamma water اللي هي gamma submerged طب السؤال بقى الصعب شوية لو أنا عندي المية موجودة هنا بس حصلت ان المية بتطلع هنا بالخاصية الشعرية للارتفاع ده وأنا عايزة أحسب عند النقطة ديه الموضوع هنا يختلف شوية لو عايزة جيبي السيجما توتل عند النقطة ديه عبارة عن H1 في مين؟ في gamma dry اللي هي اللي فوق ديه زائد H2 في gamma saturated أو gamma width اللي هو مدهاني في المنطقة ديه البول water pressure بقى خلي بالك ان هنا النقطة ديه المية بتاعتي المية بتاعتي بتسحب يعني المية اللي هنا مسحوبة لتحت شوية عشان كده بقت مين؟ H water اللي هو الارتفاع ده في gamma water في S في درجة التشبه و S ديه degree of saturation و negative يعني بيحصل suction للمية طيب يبقى السيجما ديه عبارة عن سيجما ناقص U يبقى أحط ده ناقص ده ده وطلع منها قيمة effective stresses كده يبقى احنا حسبنا effective stresses في حالة مفيش سيبج مرة جاية ان شاء الله هنشوفها لو في سيبج إيه اللي هيتغير عن اللي احنا قلناه